عايزك تنتبه وتبدأ اي خبر تقراه افتكر الكلام اللي انا بقوله اي خبر تقراه اي ما فيديو تشوفه اتذكر تماما وحدة الاخبار المزيفة او الدعاية السوداء اللي موجود في الاما اي سيكس افتكر هما اللي قالوا مش انا لذلك اي خبر تقراه توقع حط الاول على المصطرة ايه من اللي انتاجه جاي من اني خط انتاج خد بالك كزا الناس اللي موجودين في تركيا اللي بدأوا يتحركوا من تركيا الى اماكن اخرى كانوا شغالين بنفس الطريقة كانوا محطوطين في خطوط انتاج زي مين زي محمد ناصر وزي معتز مطر دول اكبر واكثر واوضح نموذجين للتوظيف وانه هم بيستهدفوا الدولة وجيش الدولة ورئيس الدولة واعلام الدولة باكاذيب ممنهجة مخططة خد بالك حتى تكون الكسبة تمام لابد ان يكون في شيء من الصح يعني ايه؟ يعني يغلف الزيف بهامش بسيط من الحقيقة او يغلف الحقيقة بهامش كبير من الزيف هؤلاء وعلى مدار سنوات مضت لم يقولوا الا كاذبة لكن هذا الكاذب الذي كان يقوله هؤلاء كان دائماً بيتعلق بجزء حقيقي يبدأ ينسك عليه خالات يعني الجزء الحقيقي ان انا اتحركت منها دلوقتي رحت على مصر الجديدة ده جزء حقيقي من القصة رحت عملت ايه في مصر الجديدة رحت صليت في مسجد اي حد يعني اي حد قابلت اي حد هو يقول ده راح مصر الجديدة افجر نفسه هو جزء الحقيقي ان ان رحت مصر الجديدة لكن الجزء الاكبر مزايا ان انا فجرت نفسه اي كلام هم شغالين بهذا المنهج وهذا المنهج والموضوع ده هنرجع له تاني لانه مهم النهاردة محمد ناصر في صورة كده يعني معبرة وكأنه بيزجد شكرا قدام حضرتك هيا لا ينكر الفضل الا جاحد شكرا للارض الطيبة التي احتضمتنا ثمان سنوات شكرا لنتركيا والان الى ارض اخرى وارض الله واسعة محمد ناصر بص يا محمد ناصر اولا لا ينكر الفضل الا جاحد وانت جاحد ليه؟ لانك انكرت فضل مصر عليك وعلى اهلك شكرا للارض الطيبة التي احتضنتنا ثمان سنوات محمد ناصر الرخيص نسي ان مصر احتضنته هو وعيلته منذ ان كان نطفة احتضنته مصر اكتر من اربعين سنة لكنه جاحد قليل الاصل ده محمد ناصر اللي بقول شكرا تركيا لان تركيا خلاص دوره خلص برا دوره خلص اطلع برا اخرج برا الشويتين اللي بيعملهم شكرا والارض الطيبة والكلام ده كله هو بيغلي من جوه لكنه اطرد مين اللي طرده تركيا ليه لقدوا استخدمته عبارة عن منديل بسموه ايه يا ابراهيم منديله بيرموه منديله بيستخدم ويرموه بس يعني هو محمد ناصر عبارة عن منديل تم استخدامه ويلقاه في سلة المهملات رايح فين بقى هو اما رايح انجلترا يا اما رايح ايرلندا يا اما رايح كندا يا انجلترا بريطانيا اللي عندهم التنظيم الدولي يا ايرلندا يا اما يروح على كندا معتز مطر الفلقة الاخرى من فلقتاي الشر او الوجه الاخر من العملة الرديئة او الجزء الاخر من الخلية المسمومة معتز مطر اللي هو يصرخ دائما يصرخ دائما بصوت شيطاني ودائما معتز مطر الشيطان ساكن جواه زي محمد ناصر وسابقه الى بريطانيا بيقول النهاردة هو فتح الله لك المشارق والمغارب ولا اخرص الله لك صوتا في الحق ابدا دمت حرا الله غالب ده معتز مطر بيقول لي مين بيقول لي محمد ناصر تعليقا على البست اللي انا قلت لكم من شوية هما الاثنين هيلتقوا مجددا فين في بريطانيا وانا بقول تاني افتضح امركم لدى الكافة والعامة والخاصة والدهماء ليه انتوا عبارة عن مناديل استخدمت والقيت في سلة قمامة قذرة تتناسب مع اطوركم واشكالكم واقوالكم وافعالكم بقول انه دولة بحجم مصر لا يمكن لا يمكن تبقى موجودة في هذا الزمان دون ان يكون هناك اعداء ليه لانه الفاشل ملوش اعداء الضعيف ملوش اعداء التافي ملوش اعداء لكن الشجر المثمرة لها اعداء وانتم اعداء الشجر المثمرة انتم اعداء مصر بشكل واضح لا يقبل نصف عقل او نصف مجنون انه يشتم بلده تحت اي ظرف ده تركيا طردت محمد ناصر ومعتز مطر وبيقول شكرا تركيا على الواجب اللي انتو عملتوه معاما ده النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما جيه يطلع من مكة للمدينة قال وهو بعت للعالمين للدنيا كلها لكنه ما قالش مكة حفن الطراب عمره ما تطاول صلى الله عليه وسلم ولا سب مكة ولا اهلها في اسوأ الظروف وهو كان مطرودا من مكة ده الوطنية الحقيقية لكن دول جابوا دين جديد جابوه منين الله اعلم لكنه دين هؤلاء صاغه لهم الشيطان دين هؤلاء صاغه لهم الشيطان هؤلاء بلا دين سماوي هؤلاء دينهم دين شيطاني هؤلاء الذين يعيثون في الارض فسادا قتل تشريد تجريح ضرب فيه الثوابت محاولة هز مشاعر الناس محاولة تشكيك الناس في معتقداتهم وأوطنهم ودياناتهم ده ما يعملوش الا شيطان ومعتز مطر ومحمد ماصر ابواق الشيطان في هذا الزمان علينا ان ننتبه خلصوا صفحة تركية رحين صفحة اخرى ربما تكون لندن ونحن لهم بالمرصاد ونحن لهم ولأكاديبهم ولفضائحهم بالمرصاد دول رايحين يوصلوا وصلة عهر مرة اخرى وصلة عهر جديدة في حانة جديدة بعدما تردتهم الدولة اللي كانوا مقيمين فيها وقالتهم اخرجوا غير مأسوفا عليكم